يا يبي بقى محدش يجيئي معي يا زباية المنام بقى انا مش عارفة فيش غير رحمة ايه ولا تصلي بترمي الزبالة ايه ده؟ انت يا أستاذة انت يا أستاذة ايه ده ده طلع منين ده خيلا عاوز ايه؟ حديدك يا أستاذة ومش شايفية نايم وانا هشوفك ازاي يعني هو حد اصلاً بينمجوا واستندوا الزبالة؟ ايوانا يا أستاذي وانمجوا واستندهم عشان يا أستاذي ما عندش اهلوا يا باي لا يا حاول ولا كوات إلا بيلي تب انا عامل لك ايه دلوقت؟ ايه دلوقت؟ ايه بقى ايه يا أستاذة ما تعملش حاجة واسباية وصلاً ايه بخد اميك عشقو يا صندوق عشقو يا صندوقت اوزاً ازاي مستحمل الريح القرف دي غاز بتعدي باسبين عنا؟ مش عارفة دايماً كده رحمة مأخرانا بقى لها ساعة بترمي الزبالة؟ ايه يا حبيبة؟ ايه يا أستاذة الرحمة بقى لك ساعة بترمي الزبالة؟ ايه يا حبيبة كمان اتخنقت اخنقتها كبيرة اتخنقت اخنقت برامع مية مع وقت كده يا حبيبة نام في صندوق الزبالة ولد ونام في صندوق الزبالة؟ ده ازاي يعني يا رحمة؟ ازاي ما بقولك كده يا بنتي جيت اتكلم معاه رح يجب له انا مش لي يا بيت ولا اهل امت سايبة ومشية طيب يا رحمة احسن بس يلا نطلع دروعة عشان بابا اعمالي زعق فوق طيب يلا بصراع يا حبيبة بابا لو سمحت ممكن اسألك سؤال؟ افضال يا حبيبتي هو في ناس بتنم في صندوق الزبالة؟ والله يا حبيبة بنتي في الزمن اللي احنا فيه ده تتوقع اي حاجة بيناموا في صندوق الزبالة بيناموا تحت العربيات بيناموا تحت الكباري ناس بيبقى عيني ملهاش اهل ولا لها بيوت بيتبقى ظروفهم صعبة يعني طيب والحالات اللي زي كده بمونشوفها هنعمل معها ايه؟ والله يا حبيبة بنتي اللي نقدر نعمله نعمله مثلا لو عندنا اكل متفضل مننا بدل ما نرمي في الزبالة نروح ندهولهم عندك لبس قديم كده كده بيصغر عليك برضو تغذي تدهولهم تغسليه وتكوه كده وترواق عليه وتدهولهم حاجات زي كده هنقدر نساعدهم من اللي نقدر نساعد بيه تمام يا بابا فهمت اصدق يلا بقى عشان ما نتأخرش على مشوارنا يلا يا بابا يكلمني بقى بأي حد يديني في يوس عشان ندفه طاول يا ربي بابا محدش يشوفني البيتة حبيبة مش عمالة بتتلفت ليه كده اعكيد في حاجة فهم صيبة هتعملها ما روح اشوف فيه ايه يا بابا يزوقني بقى بأي حد عشان نجعان قوي يديني اكل سلام عليكم عليكم الصياد بقولك ايه عسن اي هو متعرفش فيه ولد كده بيعيش في صندوق الزبال هنا ايو انا يا أستاذة اللي عايش في البايبين ده ياري في حاجة يعني متأكد ان انت الطفل ده ايو يا أستاذة طيب بص يا عسل الشنطة ديها فيها اكل ليت مثل كده الاكل ده اكل وخلي بالك وشنطة دي فيها شاكة حلوة على قدك كده يا حبيبة ماشي يا أستاذة يا ياريب اياكي ايه يا بابا يا بابا بتبتعملي ايه وماشي عملة تتلفتي ليه حوالي نفسك كده وانت ماشي مش بعمل حاجة ازاي مش بعمل حاجة وإيه شو نطة دي فيها ايه كنت يا بابا بساعد التفلي ده بحاول يساعده في اي طريق فكان عندي هدوم قديمة بتاعت اخوية ويجبتولي الاكل ده عشان يأكله بدل ما هو قاعد كده من غيره على الاكله ولا شربه ولا هدوم طيب ابنت بتبتعملي عمل خير ليه ماشي عملة تتلفتي خايفة من ايه يعني؟ ما كنتش عايزة اي حد يشوفني وكمان كنت خايفة من ماما يا بنتي طول ما انت بتعملي خير ما تخافش من اي مخلوق خلق ربنا حاضر يا بابا وهده إذنك بصي يا عمى عشان عايز انت سي عفتا يا وداي خد يا حبيبي تفطر فين وتنام فين؟ يا بابا هفتا يا حبيبي في الصندوق ده وعبا على الكلها داي اذا انت بتنام في صندوق الزبالة؟ ايه يا عمو لا حاوله لا قوة الا بالله وعشان كده كنت بتسأليني الصبح يا بنتي عالكلام ده؟ ايه يا بابا فعرفتي منك الصحي ولازم اناعمل ايه عشان كده بقى منتا قلت لي لازم تعملي سوايه فحبيت ان اناعمله حبيبي تب قولك يا حبيبي ايه يا عمو؟ انا كده كده عندنا قوضة تحت السلم اللي احنا حطنفق كراكيب روء اولو ويعيش فيها يا بنت حسن من نوم هنا يا بنت ده يجيله جميع الامراض هنا بجد؟ بجد حبيبتي يلا حبيبي معايا قدامي يلا ايه يا باقيك يك يا عمو شاكيا تسلم حبيبي تسلم يلا بابا هنعمل لي يا رحمة مع حبيباشا ما تمشيش معانا تاني مش عارفة والله يا ليلة انا بصراحة كده ما بقيتش احبها لي هتمشي معانا الناس كلها بتفضل تبصلنا بصات غريبة قوي وانا كمان مبقيتش عايزة لا اصلا تمشي معانا تاني ولا تقعد معانا طب بص يا رحمة عندي فكرة حلوة قوي اهي يا ليلة بما انك انت يا رحمة لفسها جلبية سودا وانا معايا روج احمر اهو نعمل فيها معلب حلوة قوي وما نخلاش تمشي معانا تاني ايه هو بقى المقلب يا ليلة بص يا رحمة انت هتكوني قاعدة عادي مكانيك وانا هروح اجيبها من المكان اللي يبطوا قافلنا فيها على طول اه وبعد كده انا هحطلك من روج الاحمر ده في وشك واول ما اجي دخل عليك اكني معرفش اي حاجة خالص تروحين تجاريه عليها واكنك عايزة تعديها اه انا فهمت قصدك يا ليلة يا ليلة من اننا استحيلة الشغيلة ايوا بالضبط كده يا رحمة انا بقى لاغوصلي قشك بالاحمر ده عشان هي هتخاف منك واول بقى ما انت طبعا تجلو يا راهو ااكنك هتعدها هي هتخافي مش تمشي معانا التاني اهو يا رحمة كده اصلا انت شكلك يخوف دلوقت روحي بقى يا رحمة واضي على المكان اللي احنا بنوض فيه ماشي يا بس متأخروش ماشي يا رحمة باو باو يعني انت متأكدة يا ليلة ان احنا لو لاننا على رحمة وقولنا لها يالي يا رحمة تعالي هتيجي ايوا طبعا هتيجي هي مستنيانا اصلا بس اكدها تتأخر لا ما تلاقيش يا حبيب ايه يا ليلة ايه يا عمو هاني ايه يا راحين فين كده احنا راحين نقعد في الجنينة شوية ورحمة مستنيانا رحمة مستنياكو طب ما جاتش ليه معاكو يعني مش فاهم برده ما يا عمو احنا لسه نروح نقعد وبعد كده رينا عليها نخلىها تيجي طبعا بنتي ملقتوش هلا الجنينة دي يعني وتقعدوا فيها انا بخاف او من الجنينة يزيقين الله الراجل وماشي مرعوب فيها مش حال انتوا بقى تقعدوا فيها ازاي ما تقلاش يا عمو هاني بعدين يا بابا ما فهاش حاجة دي جنينة عادية زي بقى الجناية فهاش حاجة ايه مش شايفة الجبال وشايفة الحدة الفاضية دي الواحد برضو يخاف برضو عليكو المهم خلوا بالكو من نفسيك ولو في حاجة ريني عليك حوض مش هنبع عليك تاني خلوا بالكو من نفسيكو حوض مش شايفة يا ليلة انا بابا عنده حق في كل كلامه ان احنا مينفعش نقعد لو حدينها في الجنة دي لا عادي يا حبا الجنة دي حلوة ورايقة قوي ماشي يا لابا عشان متأخرش على رحمة قعد يا حبيب ريني بقى على رحمة على طول ماشي يا ريني عليها ماشي ولا ما تأخرش عشان يا بابا هتويل اوه من ما تيجي ماشي ايدي خلاص يا رحمة خلاص البتة وقعت ايدي هنعمل ايدي الوقتي سيبها ونعمشي يلا لا حرام عليك يا رحمة بس انها ريني علي بقى بسرعة طب هنعمل ايبا بوها يا ليلة عشان يجي ونحكي له عزي حاصن طب ما هيشوف ان انا يا ليلة انت متخلفة قالوا يا عمهاني تعال لنا بسرعة في المكان اللي احنا فيه هنبغم عليها ماشي سلاعي أبوها جيد الوقت طيب أنا بقى يا ليلة همشد الوقت عشان لو باباها شفني كده يعرف لنا اللي عملت فيها كده لا يا إختي أنا ماليش دعوة وإنت عايزة تلبسين أنا في النسبة كلها خليك معي لحد ما هو إيجي طيب ما أنت اللي قلت لعمل كده يا ليلة وإنا اللي جبت الفكرة من عندي لا يا رحمة ما أنت برضو اتفقتي معايا خلاص أنا هقعد وهمسح اللي في وشي ده خلاص تعالي أنا همسح حولك دل بالوة دي هوداءه فين خلاصك لا ما تفك تعالي بسرعة همسح لك اللي في وشي ده أنا كنت حاسس اللي فيهم صباحة تحصل فين هما بقى كده بناسطورها يا حبيبة يا حبيبة أمي أمي ببوكي جاي إبلي فيه يا بنت فيه إيه اللي حصل كنا عدليه ليلة وقت كده على مارك عدليها بسرعة عدليها بسرعة كده أنا جاب ماء معايا حبيبة الحبيبة فوق حبيبتي فوق يا بابا فوق يا حبيبة مالك يا حبيبة ايه يا بنت فيه إيه إيه اللي حصل في واحدة عدتني واحدة عدتك ما حدث في어를 بك يا حبيبة لايه لايه إنت كمان تخدتي معايا يا أما واحدة جيت من وراي كده تتسود كده وتشرك وعدتني دي كده وهكان لي في وشيك ده رحمة وانت حتى رجع امي mana وسح سح الزيعني وكذ ساهمين دول انت شاكركم كنت بتلعبوا لعبة سخيفة زيكم كده وخضطوها صح? هو بصراحة كده يا عمهاني انا رسمت الرحمة حاجات في الشوكة تلابسة جلبية صودة كده وقلنا نعمل مقلب في الحبيب بس ما كناش نعرف اللي هتقع كده احنا فكرناها هتخاف وتجري ونهزر معاه عادي انا مش اقول لكم ان زم بطلوا الالعاب السخيفة بتاعكم والمقلب اللي انتو بتعملوها ده ات ممكن كان حصل لها حاجة دلوقتي يقوم عليها كماتت ولا حاجة كان اللي كنت استفد منك ايه? امهاني بصراحة ما كنتش عارف يا عمهاني. تعرفش ايه بس انت كبيرة يعني مفروض تبي فهمها وعقلة يعني. خلاص انا اسفة يا عمهاني معلش يا حبيب احنا اسفة مش هنلعب معك لالعاب دي تاني. ولا اسفة ولا بتاعي اللي يا حبيبه قدامي دول ما انفهمش تصاحبه تاني يالله قدامي على البيت. خلاص يا بابا سمحهم. هتسمحهم انت يا انا انت هتفضلوا مصاحبين بعض بالمقالب الحاجات اللي بيعملوها دي? معلش يا بابا هم اصحابي. خلاص انتو حرين محدش باتتصل بيا تاني كش يحصلوكم اللي يحصلوكم. معلش يا حبيبه حاقك علي. يا رحمة اوزعلانة بس هو انتو يعني عملتوا معايا كده. بصراحة يا حباش احنا بنكرهك. بتكرهوني? تا اما بتكرهوني قولي فوش احنا بنكرهك لكن بتعملش المقالب السخيفة دي كان ممكن يحصل حاجة زي ما بابا قال كنت تستفدوا حاجة وبعدين انتو ببرتوا وعقلتوا. خلاص يا حبيبه حاصل الخير احنا قلنا لك اللي احنا بنكرهك واعترفنالك بالحقيقة. خلاص كويس يا جماعة بابا كان عندو حق ام قالي ان انتو ما ينفعش تتسحبوا. احسن يا حلقت من نفسها بقى يا ليلى. هي اي كده زالت منينا يا رحمة صاح? اكيد يعني بس خلاص مش احنا مش عزينا تقعد معانا تاني بخلاص خليها تروح. بس اي صعبانا عليا قاودة مكنش لها اي صحاب خلاص غيرني. ما يسعبش عايكي غالي يا ليلى. طر يلا بي.